بالمناسبة، وقولوا يا جماعة لو الصورة دي جاهزة معنا النهاردة باريس سان جرمان كان بإلاعب مرسيليا وباريس سان جرمان كسب بهدف نيمار قدام مرسيليا ومبركت مهمة جداً، عشان مرسيليا كان كسب كان هيتفوق سايعدي باريس سان جرمان في صداية جدوى للدولة الفرنسي بفريق الأهداف النهاردة ميسي جات له كرة سبعة على حدود منطقة الجزاء كرة سببة على حدود منطقة الجزاء بس راجل مدارب بتاع مارسيليا فاهم ان ضربة حرة لميسي على حدود منطقية الجزاء هي جول تعال اعمل الراجل حط حيطة وراء حيطة وقف تلاتة لو الصورة جاهزة معنا وقف تلاتة جوة جول يعني تلاتة لعيبة مارسيليا وقفين جوة جول حط حيطة قدام ليونين ميسي وحط حيطة بعدها تمام وحمسي شوط الكورة اهي شوف الصورة حيطة حيطة تانية بس متفككة شوية وراها وثلاتة لعيبة جوة جوة المرمى بتاع مارسيلي ميسي شاط الكورة دي جات في العرضة من تحت يعني فضلها سنة قد كده صغيرة قوي وتخش جول وسط كل دول فضائي لسه فضائي ميسي ما بينتهيش شاطها حلوة حلاوة بصراحة كان نفسي تيجي كان نفسي تيجي عشان يبقى سمو تحدى المنطق هم وقفلوا حيطة ودي حيطة تانية ومقافلك نصف الجول مع الحارس ابرد و عادة ابرد و عادة ابرد و عادة